اشتركوا في القناة 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 أخوك ده هيقدر نرشدك عن إخواتك ووالدتك والكل كمان نفسي أشوف أمي وأبوي وأخواتي نفسي أشوفهم كلهم المهم يا علي أنت فاكيرهم كويس إيه اللي فاكيرهم بس كان فيهم واحد صغير قوي اسمها وفاء كانت الوحيدة اللي صغير قوي ودي لو عايشة لا حد هيعرفها ولا هي هتعرف حد إنما زمانها ماتت لأنها كانت صغيرة قوي صغيرة زيادة عن اللزوم حتى لو عايشة مش هتفتكركم لإن الصغير اللي بيبقى عنده عقل ولا زكرة هدور على خوية تريس وهدور على أمي أنا دلوقت كبرت وبقيت معك وفي أماني ونفسي عرف أهلي ربنا يوفقك يا رب بإذن الله وبعدين بقى أنت ببتاكلش ليه خدي من إيدي بكرة إن شاء الله يا حاج أروح أشتري البضاعة من تاجر الجملة لأن في حاجات نقصة في الدكان ربنا يا كرامك يا ابني أنا عايزك تاخد بالك مني لإن أنا كبرت ومقيتش حمل الشغل والبركة فيك إنت أنا عاني عليك حق موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 حياة كريمة يبقى ما عندكش سبب تفرق بالزبط تحب تشتغل ايه؟ ووزير الخزانة بالارجنطين ايش معنى الارجنطين؟ اصلا عدن مواغز يعني هناك محدش اعرفني لكن انا اعرفه اصلي وفاطلي اتكلم جدي عطريس عمي ساتك اي شغلاء الواحد يأكل من اعيش بس عدن مواغز يعني انا اكلتك كبيرة شوية اسمع يا عطريس نعم حد ظهب التجارة ايه رايك في التجارة؟ اه اصلي ساتك يعني الواحد يشتغل شهباندر التجارة؟ ممكن توصل لشهباندر التجارة اغلب التجارة الكبار ابتدوا من الصفر من الصفر يا ساتك تقصدي بقى اسرح بعربية طباطم مجنونة اوة طباطم صح؟ لا انا هخليك تبتدي بداية احسن من كده بكتير اه اصلي ساتك يعني امشاط وفلاهات ونفتنين بلها نفتنين بلها لا كشك في مناديل ورق وشوكولاتة ولعب بسيطة للاطفال شكولاتة بس ما بحب يعني ساتك دي هتكلفنا مبلغ كبير قوي وانت مالك الحكومة هي اللي هتدفعلك عشان تبتدي حياتك اه الحكومة الحكومة اللي بتمسكنا هي هتدفعلي؟ ان شاء الله يا عالم اغزعلي ساتك مالي ايديك قوي بالموضوع ده؟ انت ابن البلد ومن حقك علينا اننا نديك فرصة للحياة الشريف يا سلام الله يا ساتك كلامك بلسم زي مرها من حاج محمود مين الحاج محمود ده؟ حاج محمود بتاع الشاربة لو بتاع الشاربة ده حاج محمود شاربة ده حاج محمود معقولة انا في حلم ولا في علم؟ معقولة حظة بتباشة بتتبسط معايا انا وبتضحك على كلامي قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله والكشك ده ام؟ حالا هبتدي اجراءاتي والتصريح من بكر وخمستاشر يوم بالكتير ان شاء الله هيكون عندك كشك هايل ربنا يسمع منك ربنا يسمع منك ويسترها معاك ويخليك يا سلام ده انا هفضل هتعيلك انا والحرابية ان شاء الله عشان مش هنعرف رد جبالك ازاي؟ انت ومين؟ اه انا والبهوة جاية انا والقهوة جاية خد يا عطريس ايه دول؟ دول خمسين جنيه سلف وتبقى تردهم لي لما الحال يمش ان شاء الله ايوة لكن اه ما لكنش ما انت من لحظة دي مش هتمدي ايدك ولا ايه؟ ايوة ساتيك بس يعني اما هسأ معاه فلوس معلش جرب الفلوس دي هتلاقي الفلوس الحلالة عمرها اطول وقيمتها اكبر مش عارف اقول انسيادتك ايه؟ ما تقولش حاجة تقدر تمشي دلوقتي وتفوت علي بعد يومين تعرف الاخبار اول باول ربنا خليك يا رب ربنا خليك ويسعيدك انا على فكرة دي اول مرة في حياتي ادعي فيها لحد اعرفش بقى يا ربنا هي بدميني ولا لا ان شاء الله يقبل خصوصا لما تكون توبا نصوح موسيقى 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 пاضليس موسيقى 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 اعني ليه ما قلت لك عتليس عشان العملية بتاعت الظاهر انت بيقول عملية فل قوي اسمع الكلام ولا يا حامد هات القلشينة ماشي بس مش عايزين خلش قول لي نفسك يا بولم يا الله عجل ده انت لو لعبت ابوك تغشم يا بويا كان نفسي تكون موجود ولا اعظم خليه غلبي يا الله اللي تشوفها هذا بطال لو سبحت تحكزت في المستشفى يوم الثلاثة انت تتصل بيهم وهم عندهم خبر وحيفهموك كل حاجة ان شاء الله العملية الاربع الصبح والتكلفة يا دكتور بالنسبة لحساب المستشفى هم حيفهموك كل حاجة بالنسبة لي انا مش اي مشكلة يا ريت حضرتك تقول لي حاضر هخليهم في ادارة المستشفى يفهموك كل حاجة تشكن يا دكتور مع السلام وبشوفها ان شاء الله على عدين حضرتك ان شاء الله سيد عبدالرحمن عبدالكام انش عاجب ساعتك تفضل خد فلوس فلوس اي بقى انا هستنى يا نسا انا مفيش حاجة من غير العملية يا دكتور ايه انت خايف من العملية ليه؟ لا يعني بس يا انت موظف؟ فوزاك لو وافي بيه كنت بقولي يعني انا هكتبنا الجواب تخش بيه الاصل ايه؟ هيعمله كل اللازم وهعملك العملية وتبقى تمام التمام من غير بتدفع ولا من ليه صحيح يا بيه؟ طبعا صحيح هدي الرشدة وهدي الدوى والدوى كمان يا بيه؟ ها طبعا كمان ولا غير مال حاجة دي كلها سامبز عائلاة بتجيلي بلاشك قبلي اصطرها معك يا الراب ايه؟ دكتور براهيم هو مرادوك لو سبعته هو خارج جديدة وتمل الكشف سعد بيه كثير ولا كثير ولا حال شو مو قولك انا عايزك تتغزى كويس قوي قبل العملية وبعدين يا سيدي ما تقلقش علي ما تقلقش علي خالص انا النهاردة كسبت فروز قد كده هم يعني المسألة محلولة الحمد لله ماشي يا رب السورة معك يا رب يا رب يخلن عليه يا رب الرحمن الرحمن طيب انا لجيب الفنخة سلام عليكم اهلا 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 اهلو تعالى بسم الله كلهما معانا لا الحمد لله احنا وكين عام تعالى كل ما تعملش فلق اخوك بيكمل معانا كل يوم سعال يا عشب سعال حباتك بتحد اعرفكو بعيش يا جمال اهلا ازاك عيش اهلا اهلا عيش اهلا بيك عيش يا بنت الراجل الطيب اللي انا بشتغل عنه اللي من غيره لكنت روحت ولا جيد واول ما قارفت ان ليه عيش عايزت تتعرف عليك اهلا اهلا عيش عرفك بنفسي انا عطريس اخوة علي علمك انا طب جدا بس انا اللي بان شرير يعني وانا زينب اخت عالي في الحقيقة علي كلمني كتير قوي عنكم وفرحان جدا انه في النهاية لقى حد منوحد اهله ده انا اللي فرحان فرحان جدا وربنا ان شاء الله يلم شامل العيلة كلها عادل يا كريم دي نورة نورة بتقول نحن هنا يعني نورة دي بقى ستة خطبتي واختة عزيز حابي زكى حرام الامين مين الشرطة اه بتاع اه اه بتاع اه اه صاحبه خلاص صاحبه خلاص طب انتو مش هتدوروا عالست والدتكو ده علي نفسو يلاقيها عشان فرحتكو تكمل انا صراحة يعني دورت عليها كتير بس مالتهاش ده حتى في السجود معرفش هاو صلى الله معرفش هاو صلى الله ليها علم وانا يا كريس معرفش ان اسمها حسنية بس انها مع حسنية ايه معرفش جليبة في حد ما يعرفش اسم امه كامل المهم هنعمل ايه دلوقتي انا روحت الملاحات ومفيش فائدة نروح تاني يمكن ترها تنسج اه نروح ما نروحش اه لا ما نروحش متخافش يا عطريس انا عامل حسابي محوش ارشيه المتألة مش مسألة فلوس فلوس كتير مش عارفين وديها فين مش لي النظرية يعني واجب برضو نروح ناسأل عليها ولا ايه يا عطريس اه نروح ما نروحش ليه احنا هنخس حاجة وانا كمان مشتاعد اجي معاكم هستقزم من والدي ويروح معاكم خلاص نروح بوكرا ان شاء الله ونروحش ليه هتبقى صحبة فل ايه عايز حاجة هابني يا الستة حسنية مش كانت سجنة هنا برضو الستة حسنية في السجن من زمان طيب وعيالها واحد دخل السجن ولا الاصلاحية ولا مادلك ايه وبقيت العيال كل عيه راح في طريق طب ما تعرفيش الستة حسنية اسمها حسنية ايه اسمها معاتريس بيقولولها يا معاتريس طيب مفيش ولا عيل تعرفي عنه اي حاجة مفيش ولا عيل استنى في الملاحات عيل واحد هو الاستنى في الملاحات كان اسمه قد الشغل مع ابتوق التهريب بس يا ابني ده انضرب بنار قد انضرب بنار؟ يلا بينا يا جماعة مفيش فايدة كويس او ان احنا لقينا بعد احمل ثلاثة شد يا قطبة ابن حسنية البضاعة مبلاش يا ابن حسنية دي مجبرني عن الكلام ده طب شد يا اخوة البضاعة مش قادر بعد الرصاصة اللي كلتها ببطني بقيت ضعيف انت واك الرصاصة من 15 سنة من ساعتها انا ضعيف وحاسس اني خدام عن دوله دي الابلسة طجار البلاء ازرق ده متقولش كده اقض بلا يقزوه انا معادش يهمني حاجة خالص هيعملوا فيي ايه؟ انا حاسس وانا في عز شبابي ان زي باغل البلدية العاجز هم يكسبوا الملايين ويدونا اللقمة اللي بتفضل منهم وساعة اللزوم احنا اللي هندخل السجن طب شد يا اخوها البضاعة احسن المعلم مستعجل على الصم موسيقى 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 السلامة يا أسفر السلامة موسيقى هم يكسبوا ويعيشوا وإحنا كلاب الحراسة لا حول الله يا رب عملية حلوة ناس مسافرة وشقة مقفولة من إخواننا اللي بيشتغلوا في الدول العربية هنأكل لقمة عيش حلوة وقولك يا شلابي انشال طنول هتليس ياخدوا النص وأنا اللوبة وحق يجي لحد البيت ومش هنلوح معاك ما تسيب هو الكلمة ذاكي أنا مش هشتغل يا شلابي ما تباش فقري ده رزق وجايلة أنا بكلمك جد مش هشتغل ايه حتوب ايه ده تبتتارية اه هتوب ايه الكلام ده عطريس زي ما بقولك كده يا شراب بس مقابلتك الأول ما كانتش بتاعت واحد مش عايز يشتغل اه وانا لما قلتلك شلابي جايلك ما قلتش لا يا عمو لو فيش بينا وبنبعدين شغل يعني الواحد يستقبلك وحش اتو على رأسي من فوق بس شغل بعد انو ورسا مش هشتغل الله او اكون بنتي لات في دماغك وقالتلك اكلها معاك بدوق بس من عرق جبينك خاسب يا شرابي ولم الضول مش ممكن تكون اهيته جدا ليه اختي بقى وانا علفها يا كلها والعب مال الفل وقعدين عنف شغلته ومستجدعاه ومتشجعه قوي وكله في القوانطة والشبلاء يابا اهو ايه اللي على احتاجة اه في حب وحنان وعواطف ومعازل وانا موافق ولادي اما ليه السر يا عم ما فيه سر ولا حاجة كل ما في الموضوع ان انا معايا ارشن حلال في جيبي وبيقولك صرف الفلوس الحلال قلاز انا ما مش عايز اضايق الحلال بالحرام بتاعكوا داع عام يعني اشتغلت تجولانه تانية اه ايه تاجر نبوليا هاهاهاهاهاها في لتنك ما انت كلامك اللي النار بدي عكريف ما أنت فردت في رحيلة يا بيت اه نورا افرح على خدك عايشت بشغلك واكل عيشك اكل عيشي اللي بيدون في دماغ يا عطريس ما انت كنت تقول له عال عال انت بقى حرامة بقى عال يا اختزاك حرام الغسيل انت هتلمك لعطريس اعملك اي بس يا نورا في واحدة تزعل ان خطيبة هيبقى وقت مجدع وبياكل لقى بيته من عرق جبينه وهتجب لي الشقة بايه بقى؟ بعرق جبينك اسمالة ده يا بيتة اعملك بيت الهانة بيت الهانة؟ مطيح مار يا عطريس يا مار عطريس اقولك يا بيتة نورا مش عايز تكسير مقديف يا عالم يا هو ده واحدة في الدنيا تزعل ان خطيبة هيبقى شريف ويبطل سرقة تفكر حتى بالعقل كده يوم ما يقفشوني وياختوني من الدر للنار مام يا اخي عبال ما ياخدوك من الدر للنار ابقى انا متهننة من السبتاتة سبتاتة بالحرام بقى ده منطق دعا اه يا خوفي يا عطريس خوفي؟ خايفة لكون ايه ده هو الوقت ذاك اقلك؟ مفيش حاجة بتستخبى يا حبيبي انت بتبرقيله ولا يا بيتة نورا؟ ومالعايزة تتبينك؟ يا عالم يا هو في واحدة في الدنيا تزعل ان خطيبة هيبقى شريف انت ايه يا بيتة بنت قبلسة ايه يا ايه؟ في حاجة مهمة في الجرنال؟ اه يعني؟ طب استعد بقى حضرتك قربت تخسر الرهان يا دكتور الرهان؟ الرهان ايه؟ هو فيه بيننا وبين بعض غير الرهان اياه؟ اه 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 قصلك يعني الجرع بتاعك ده المجرد ده اللي نفسك يبقى بنيها ده مش كده؟ ماشي يا سيتي؟ فضل فضل ايه ايه؟ في ايه؟ صاحب المخبز اللي بيبيع الدقيق المدعم في السوق السودا بدل ما يعمل بيه عايش للناس طب ونا مال ومال الحالة بتاعتي ما هو الحرامة بتاعك ده هو زي الحرامة بتاعديه بالظبط اللي اتنين ما عندهمش لا ضمير ولا زمة ولا اخلاق المسألة مش مسألة انشاء لا مسألة مجموعة من الناس ما عندهمش احساس بالمسئولية ولا ادراك بالحالة اللي احنا فيها دلوقتي المسألة عايش احسن ايه وعتف تكري ان احنا عندنا نقص في الخبز او في الدقيق لا 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 الحكومة الحقيقة تعبانة في توفير ودعم الخبز لكل الناس انما الحكومة تعمل ايه؟ الحرامة من ده بيعمل ايه؟ بيسرع على حساب بيع الدقيق المدعوم في السوق السودا ياخد الشوالة بسبعين جنيه يبيعه بثلتمية وخمسين جنيه يسرع هو صراء فاحش والحكومة ينقطع نفاسها اكنها بتجيب الدقيق وتربيه في البحر طب والحكومة اي حكومة ممكن تعمل ايه يعني؟ هتعين في كل مخبز عسكري؟ هتحط في كل محل راجل بوليس؟ لا 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 المسألة عايزة زمها عايزة ضمير المسألة عايزة حسمة وهي مش مسألة شعرات وكلام لا 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 لازم بتر العناصر المجرمة دي موسيقى موسيقى